اشتركوا في القناة تبدأ بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء مناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور طبعا القمر رح يظل في هذه المنزلة لغاية الساعة 7 و22 دقيقة من مساء اليوم الأربعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر ما زال موجود في برج الحمل وإحنا زي ما حكينا بدأنا في فترة خلو المسار فعشان هيك ما زال تأثير برج الحمل أنه بظل في نوع من أنواع الطاقة العصبية، التسرع، التهور، الغضب ما يفضل أنه تديروا بالك أثناء تنقلكم على الطرقات من السرعة الفائقة لازم تكونوا أكثر صبر أثناء تعاملكم مع الغير طبعا بالنسبة للزوايا اللي تأثيراتها مستمرة هي زاوية التزديس الإيجابية اللي تأثيرها رح يظل ليوم 19-12 بين الزهرة والمريخ اللي شوي بتعطي جو هيك فيه نوع من أنواع الود وبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية من نسبة للزاوية الثانية هي زاوية التربيع اللي لسه مستمرة لغاية يوم 20-11 اللي بين الشمس وبين المشتري وهاي اللي شوي بتخلي الحضوظ تتبدد ما فيه أي مجال للحضوظ في الفترة هاي في أي مسعى من قوم فيه بتكون تتجنبوا المضاربات المالية أو أي مغامرات مالية عما بالنسبة للزاوية الثالثة هي زاوية التثليت الإيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي زاوية إيجابية تأثيراتها رح يظل لغاية 21-11 حكينا أنه هاي الزاوية يعني بتظلها بشكل مستمر بتتهيأ الفرصة لبدء علاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر منكون شعبيتنا في تصاعد هاي الزاوية هي رح تتشكل يوم 19-11 ذروتها ولكنها مستمرة لغاية 21-11 اليوم ببلش تأثيرها أما بالنسبة للزاوية الأخرى اللي برضو مستمرة اللي بدأت اليوم تأثيرها ومستمرة لغاية يوم 19-11 هي رح تبدأ يوم 18-11 رح تتشكل هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين نبتن وهاي تخلينا نصبح قادرين أو قادرون على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة يعني بمعنى آخر المقبلين على فترة شوي فيها نوع من أنواع العاطفية أو فيها حب مفاجئ طبعا إحنا الآن في فترة خلو مسار الخلو المسار هذا مستمر لغاية الساعة 2-17 دقيقة صباحا من صباح اليوم إلى أربعة هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد اللي هي من الآن لغاية الساعة 2-17 دقيقة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في زاوية ذكرناها يوم أمس هي رح تتشكل الساعة التسعة من مساء الليلة اللي هي الثلاثاء هي زاوية الشمس وبلوتو زاوية التسديس وهاي مستمرة لغاية يوم 2011 يعني رح تظلها موجودة هاي بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما يتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها الساعة ثنتين وسبعتاشر دقيقة صباحاً القمر بيستقر في برج الثور عشان هيك منكتسب من صفات برج الثور من الشعر بالحذر أكثر ومن ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلاً بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال والثبات هي زاوية التقابل الممتزجة اللي ذكرناها في الحلقات الماضية اللي هي بين المريخ وبين أورانوس اللي ذروتها رح تكون اليوم رح تستمر لغاية 2011 طبعاً تأثيراتها وهي ممتزجة بتميل للنحوسة أكثر من السعادة هاي شوي بتخلي عنا نوع من أنواع التردد والخوف في اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا بتجعلنا شوي غريبي الأطوار وعنيفين في بعض الأوقات ممكن نغضب في أي لحظة أو يصير في عنا هجوم في أي لحظة بتسبب نوع من أنواع الشقاقات العاطفية بين البعض بيشتكل بعض من تقلب المزاج خصوصاً المزاج الجنسي وهي بتدل على بعض يعني على إشي العلاقة بالضعف الجنسي وعدم القدرة بالنسبة لتأثيراتها الكاملة على دولياً هي اللي بتسبب أو إلها آثارها باحتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع طائرات حوادث في السكة الحديد الزلازل العواصف كما أنه هاي بتخلي نوع من أنواع التمرد أو الأشياء اللي إلها علاقة التمرد والانقلابات العسكرية ممكن يتم عزل أو قتل أحد الشخصيات المشهورة هاي الفترة بتشهد مظاهرات أو إضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة بتسبب قمع للحريات ممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة أربعة وسبعة واربعين دقيقة عصرا من واجه مصاحب عراقي اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحظوظ بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر بالنسبة للأمور الطبية الأعضاء المعرضة أو الأعضاء الأكثر حساسية بالفترة هاي واللي لازم نوفر لها عناية إضافية هي العنق، الحنجرة، الحبال الصوتية، الغد الدرقية، اللوزتين وتفاحة آدم يعني منطقة العنق كامل بمعنى آخر بكل صفاتها هي المنطقة الحساسة بخلال هاي الفترة يوصى بإجراء عملية جراحية اليوم ولكن دون منطقة العنق يعني تتجنبوا منطقة العنق وبرضو ما تكونش بدأ العملية في فترة خلو المساء طبعاً ما اليوم مناسب للعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وغير مناسب لإزالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وتصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا برضو اليوم مناسب مع الأخذ بعين الاعتبار اللي هو حبتين بارستيمول أو بندول كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام طبعاً القمر موجود في برج الثور يعني خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة تسعة تاشة احد عشر اللي هو يوم خلو المسار يوم في خلو مسار وفي خسوف القمر في حلقة سجلناها ونزلت عن خسوف القمر ياريت أنه تتابعوها وتعرفوا تأثيراتها على الجميع طبعاً رح يبدأ خلو المسار ساعة ثمانية وسبعة وخمسين دقيقة صباحاً اللي هي فترة خلو فترة الخسوف أو وقت الخسوف وبيستمر حتى تمام ساعة ثنتين واثنين وثلاثين دقيقة عصراً لينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المحدب ثلاث عشر يوم في تمام الساعة وحدة واربعين دقيقة بعض الظهر بصير أربع عشر يوم نسبة الإضاءة تسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم اثنين وعشرين احداش سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور رح يمكث في الثور لغاية يوم تسعتاش احداش منتحس بنسبة خمستاش في المية الآن ولكن مع ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة خمسين في المية وبيكمل طول النهار على خمسين في المية منتحس عطارت في العقرب حتى يوم اربع وعشرين احداش منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناش سعيد بنسبة ستين في المية المريغ في العقرب حتى يوم ثلاثتاش اتناش منتحس بنسبة أربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اتناش سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثاور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% إبلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت ثقتكم بأنفسكم اليوم كبيرة أكثر من الأيام الماضية وبعمكم نشاط عالي جدا اليوم بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا يعني بدفع بمصالحكم في بعضكم رح يهتم بمظهره أو بتغييرات أو الاهتمام بالصحة طبعا هذا كله لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيصير يوم بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا في الاتصالات والزيارات وممكن تهتموا اليوم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة في بعض كل يوم رح يعالج مسائل إدارية وتمولية بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية يعني زي المؤسسات أو البنوك خصوصا اللي هي الشيء المهم قرج الثور ما زالت الأجواء ضاغطة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب ورح يظل موجود لغاية ساعات الصباح عشان هيك شوي بيتطلب منكم منكم ما تبالغوا موجودكم الجسماني تحاولوا تأخذوا راحات شوي تبعدوا عن الاكتئاب تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل تنتبهوا لغذائكم تنتبهوا لراحتكم هذا كله لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم المشاط أهم شيء تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية وعشان هيك الجو بشجع على بذل جهد أكثر عشان توصل للأهداف اللي أنت بدك إياها تعتبر هاي الفترة رائعة وأكثرها دعم لا إلك فعشان هيك بتقدر تأخذ المبادرة بأي اتجاه أنت بترغب له الأهم أنك تكون شجع برج الجوزاء بيظل النشاط الاجتماعي هو اللي مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح يعني من الآن للصباح اجتماعيا لقاء الأصدقاء مناسبات احتفالات يعني دعوات هيك حاول إنك بس تكون مخلص لصداقاتك ووعودك بالفترة هاي فترة مناسبة وسعيدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير لأن القمر رح يصير موجود في بيت متاعبكم فعشان هيك بتصير الفترة هاي بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني بتكون تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شي إنك ما تراهن على الحضوظ ممكن تعاني من الركود ومراوحة المكان أهم شي إنك ما تجازف بصحتك أو بعلاقاتك أفكارك شوي بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة للآمال طبعا برج السرطان طبعا الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن لغاية ساعات الصباح الأجواء جيدة لمحافظتكم على سمعتكم وبتنجحوا اليوم بإثبات جدارتكم للمسؤولين والمحافظة على إنجازاتكم القائمة أهم شي بدون عصبية وبدون حدية بدون أي توتر أنها هاي فترة ضاغطة ورح تظل ضاغطة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته بترافقك رياح مواتية رغم الضغوطات أهم شي إنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد هاي فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك يعني فترة ممتازة جدا أنت مقبل عليها حاول إنك تستغلها اجتماعيا وتستغل معارفك برضو لأشياء بتناسبك برج الأسد طبعا ما زال القمر موجود في البيت التاسع لا إلك فعشان هيك بيضل الاهتمام بالاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور الها علاقة بالسفر الامتحانات الدراسة الاهتمام بالغيبيات أو بالأمور العلمية هي اللي بتسيطر عليك بالفترة هاي لغاية ساعات الصباح ممكن يكون فيه نوع من أنواع التعاون مع الآخرين مع الجهات المسؤولة شوي تهتم ببعض الأمور العملية أو العلمية من ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يصير في البيت العاشر اللي مسؤول عن السمعة فعشان هيك بيصير الجو مناسب للبحث أو لللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكنها بتحمل قلق حول أحد أفراد العائل ممكن تواجه مسؤولية أو عبق مهن اليوم أهم إشي إنك ما ترتبك في المواقف الحساسة لأنه الجو العام شوي فيه نوع من أنواع صعوبة برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثامن يعني الأمور المالية المشتركة هي اللي بتشغل فكركم من الآن لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بتظل في بعض الفرص متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع طبعا الأجواء جيدة على المستوى الأمور المالية والمطالبة بالحقوق أو مثلا ترتيب فواتير من ساعات الصباح الأجواء تتغير لأن القمر رح يصير في البيت التاسع لإلك فممكن اليوم يصلكم خبر منه بعيد وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير ممتازة بشكل كبير وبتعاود أنت للإمساك أو بتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وممكن تفرح بخبر أو تجاوب أحد الأشخاص معاك في بعضكم ممكن يكون له سفر محتمل بهاي الفترة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان القمر مازال مقابلهم تماما فعشان هيك هو بركز على أمور الشراكة شراكتكم بأحبائكم شراكتكم العاطفية بأزواجكم شراكتكم المالية مع شركاء العمل فهاي فترة ممتازة لترتيب الأوضاع هاي وترتيب الأمور اللي بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم إشي إنه بتظل الأجواء من الآن لغاية ساعات الصباح إنه ما بيجوز فيها إثارة المتاعب بتكتين تجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة في ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي لوصلها بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك أو راحة شيخوختك أو تفكر في نوع من أنواع التوفير المال أو إنك إنت إشيء له علاقة بالتأمنات أهم شيء إنك تقدم التنازلات وتتراجع عن خطوات وقرارات سابقة سببت إزعاج إلك وعداوات برج العقرب طبعاً ما زال القمر موجود في البيت السادس اللي إلو علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك يحاولوا إنكم تنجزوا كل الأعمال اللي تراكمت عندكم حتى لو تعملوا وقت إضافي ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وبين الزملاء نظموا جد والغذاءكم خذوا قصة من الراحة انتبهوا لها صحتكم من وقت لآخر من المستحسن تبكير لها العمل إنك ما تهمل عملك نهائياً في ساعات الصباح القمر رح يصير مقابلك تماماً يعني في بيتك السابع فعشان هيك بصير اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزي شركاتكم المالية والعاطفية ولكن بتكون حاضروا من الإنفعالات بيصعب التفاهم معكم اليوم شوي ممكن عصبيتك توقعك في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة بدك تكون صبور وما تتذمر الفترة هاي تعتبر بالنسبة لإلكم خالية من الحضون برج القوس بتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم اليوم وبرضو لغاية ساعات الصباح بتقدروا تعززوا العلاقة معهم الظروف جيدة باتجاه الأحبة فيها نشاط فيها دينماكية ممكن شوي يتميلوا للهو والترفيه في ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير لأن القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس اللي مسؤول عن العمل مسؤول عن الصحة فممكن يتراكم فيها العمل ولكن رغم أنكو قادرين أو قادرون على إنجاز حصة الأسد منه إلا أنه بيتطلب منكو جهد بدكو تنظموا جد والغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة حاولوا أنكو ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاح والأرباح حاولوا أنكو تراقبوا وضعكم الصحي برضو لا تنسوا أن الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع القلق يا على الصحة يا على الوضع المهني برج الجدي ما زالت الأجواء لها علاقة بالبيت والعائلة والمسكن والاهتمامات حول هاي المسائل لغاية ساعات الصباح فممكن تهتموا بأمور عقارية أو عائلية أو مسكن أو التفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيجها ممكن تهتم بتبادل زيارات أو اهتمام بمسألة عائلية أو حدث عائلي معين مع ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم شي ما تستسلم بل كرر المحاولات روابط ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو تميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء بتصير رومانسية جدا ولكن ممكن تحمل بعض القلق على حول أو حول أحد الأحبة برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في شيء إلو علاقة برحلة بمناسبة بدراسة بنقاش بحوار بترويج لشيء معين الأجواء جيدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح يصير في البيت الرابع فاهتمامكم رح يصير إلو علاقة بالعائلة والبيت أكثر شيء في وسع كل يوم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم شيء ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك حاول إنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة من وقت لآخر للأشخاص اللي بيحتاجوها الأجواء جيدة وداعملة إلك رغم إنه ممكن بس بعض الأمور العائلية هي اللي تأثر عليك برج الحود بالظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية ممكن تسمع خبر صار أو يلعب قريب إلك دور مهم في وضعك ولكن هذا الأمر لغاية ساعات الصباح بيظل في نوع من أنواع الضغط على الأمور المالية أهم شيء إنك تبعد عن المصاريف الزائدة بالفترة هاي وتنتبه لأمورك المالية بشكل جيد في ساعات الصباح بتنشطوا في أمور العلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات وبتصير الفترة هاي مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء إنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك اتفهم الأخرين وابقى هادئ وحاول إنك ما تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية حاول إنك تكرر المحاولات السابقة وما تستسلم أهم شيء إنه تديروا بالك أثناء قيادة دتكم للسيارات أو للحركة أثناء حركتكم من السرعة ومن سوء التفاهم طبعا هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا فمنحب في النهاية دائما نشكر الأشخاص اللي بيساهموا وبيدعموا وبينتسبوا بالقناة واللي بيكتبوا واللي بيعلقوا واللي بحطوا لايك وبحطوا أشياء وبيبهروها وبزبطوها وصحتين وعافية شكرا للكم جميعا حبيت أشكركم ياريت ما تنسوا دعم الحلقة إذا عجبتكم اللي مش مشترك يشترك ويحط لايك ما عجبتك الحلقة شيل الاشتراك وحط دسلايك والله يسهل عليك حبك تظل معنا أهلا وسهلا ما حبك تظل معنا أهلا وسهلا وشكرا لكم جميعا فيه واحدة بتعلق بتقول إنه صوتك غليظ هذا لو تسمع صوتي في التعليقات كيف أنا بسجلها بالإذاعة شو بتحكي خذوا لكو هالمقطع أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان أسعد الله أوقاتكم خذوا لكو هاي خليها تعرف بس الصوت هذا وأن بن سمع هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء